موقف الحركة إذا حازت حركة فتح على الأغلبية ستشكل حكومة اعتلاف وطني ستشارك في هذه الحكومة كل القوى وأعطت الحق لحماس أو غيرها إذا حازت على الأغلبية أعطتها الحق أن تشرك الجميع أو لا تشرك الجميع لكن هذا هو موقف الحركة وبالتالي هناك إشارات إيجابية من الأخوة في حركة حماس تجاه هذا الأمر وقد تم الإعلان عن الكثير من التفاهمات وهذه المرة واضح تماما أن الأمور تسير بشكل أفضل مما كان عليهم وضع في السابق في آخر مرة تم الحديث فيها عن انتخابات في ديسمبر العام الماضي تردد كثيرا بأنه لا انتخابات من دون القدس لماذا لم نعد نستمع إلى هذه الجملة هل من السهل إجراء انتخابات في القدس أيضا موضوع القدس يجب ضغط بكل قوة لا يمكن أن تكون هناك انتخابات بدون القدس وبالتالي المجتمع الدولي مطالب تماما بأن يضغط على إسرائيل من أجل أن تكون فعلا الانتخابات شاملة القدس هذا موكو